الحقيقة هي هذه المرحلة الثانية من العملية السياسية ونأمل في هذه المرحلة أن تحقق الأهداف الأساسية التي من أجلها بدأت هذه العملية السياسية هي تأسيس الدستوري يؤدي لإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة إن شاء الله ويؤسس لبناء ثقة بين مكونات الشعب السوداني لنستطيع إكمال المشوار لبناء المستقبل الإجابي الذي نريد أن يتحقق لشعبنا بإذن الله ولشبابه وثائره وثواره في الشوارع بمجرد الانتهاء من هذه العملية وإكمال المراحل الأخرى من الورش والمؤتمرات وما إليه من المؤكد سوف يتم بدأ المشاورات في تكوين الحكومة المدنية التي سوف تستلم السلطة ومن ثم الانتقال إلى التنفيذ مهام وغضايا الفترة الانتقالية ستبدأ بمجرد أن ننتهي ونوقع الاتفاق النهائي نعمل هذه الفترة تكون إيجابية ونشارك جميع ابناء الشعب السودان فيها